أول لقاء تفاوضي مباشر بين كييف وموسكو منذ أسابيع جولة من الحوارات الروسية الأوكرانية في اسطنبول قبيل الجلسة وأمام طاولة الحوار تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أهمية السلام لكل الطرفين مؤكدا أنه لا مصلحة لأحد بإطالة أماد الحرب مستمرون في اتباع سياسة بناء لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتعاملنا بإنصاف في كل المنابر الدولية مع الطرفين عبر ضمان حقوقهما ومراعاة مخاوفهم إطالة أمد الحرب ليست في صالح أحد نؤمن بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل كنا شاهدين على مآس كثيرة في البحر الأسود ونسعى لعدم تكرارها مباحثات اسطنبول بدت أكثر تفاؤلا من التي كانت في بلاروسيا الوفد الأوكراني تحدث عن عرض أي اتفاق قادم مع روسيا على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي بعد تهيئة الظروف المناسبة مع ضمان عودة القوات الروسية إلى ما قبل العملية العسكرية حديث ينبي عن بروز توافق روسي أوكراني في بعض الملفات العالقة كما اعتبر الوفد الروسي أن مباحثات اسطنبول كانت بناءة وأن المطالب الأوكرانية سترفع للرئاسة الروسية تطرقنا اليوم للنقاط الإيجابية في هذه المفاوضات لدينا علاقات مختلفة مع الدول التي قد تكون ضامنة لها ودورها مهم للغاية قبل قليل انتهت المفاوضات مع الجانب الأوكراني لقد كانت بناءة وحصلنا خلالها على مقترحات أوكرانية سيغت بشكل مفهوم لوضعها في الاتفاق وزير الخارجية التركية اعتبر أن المحادثات بين كييف وموسكو بدأت تعطي ثمارها جرى الاتفاق بين الطرفين الروسي والأوكراني على بعض المسائل اليوم سجل تقدم هو الأكثر أهمية منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية من المتوقع أن يحدد وزيراء خارجية البلدين مسار المسائل الأكثر سعوبة في اللقاءات القادمة وفاوضات اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني مؤشر على ثقة الأطراف بتركيا بعد وزراء الخارجية الروسي والأوكراني تحتضن تركيا وفود تفاوض البلدين ضمن مسار دبلوماسي مستمر تأمل منه أنقرة احتى ثخارق في جدار الأزمة بين طرفي الصراع في ختام مباحثات اليوم تبدو الأجواء أكثر إيجابية عما كانت عليك سابقا حيث بدأ الحديث يعلو عن إمكانية فصل بعض الملفات العالقة بين كييف وموسكو كقضية شبه جزيرة القرم لما بعد إحلال السلام إلى جانب إمكانية عقد اللقاء المباشر بين بوتين وزيلينسكي أحمد سعي تيارة عربي اسطنبول